بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أيامكم سعيدة بحلولي شهر رمضان الخير بنص العبارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام يقول من دعا بهذا الدعاء في شهر رمضان مستقبل دخول السنة وقال من دعا به هذا الدعاء مخلصا محتسبا أي بمعنى بأنك ترجو الله سبحانه وتعالى فقط منه المثوبة والآجر ماذا لم يصبه في تلك السنة فتنة أبدا لا فتنة الدجال ولا فتنة الدنيا ولا فتنة المال ولا أي فتنة بعد ولا آفة في دينه ودنياه وبدنه أبدا لا يرى من الآفات ولا يرى من العلل والأمراض والعوبئة وإلى غير ذلك ما يضره في دينه ودنياه وبدنه ووقاه الله شر ما يأتي به في تلك السنة أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظك ويحفظ عائلتك وأولادك إذا ما قرأوا هذا الدعاء معك لمدة سنة كاملة الله سبحانه وتعالى يحفظك الدعاء إن شاء الله أضعه لكم في صندوق الوصف والذي في بدايته اللهم إني أسألك بإسمك الذي دان له كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبعزتك التي قهرت بها كل شيء وبعظمتك التي تواضع لها كل شيء وبقوتك التي خضع لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء يا نور يا قدوس يا أول قبل كل شيء ويا باقي بعد كل شيء يا الله يا رحمن صل على محمد وآل محمد إلى آخر الدعاء إن شاء الله نضعه لكم في صندوق الوصفة برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام